لو سمحت يا معلمتي، هل يمكنك مساعدتي في العثور على كتاب عن حضارة الأندلس؟ بالتأكيد، يا مريم، ما الذي تريدين معرفته عن هذه الحضارة العريقة؟ سوف أخبرك عن كتاب ممكن أن تجديه هنا في المكتبة يحتوي على معلومات مثرية عن حضارة الأندلس. أود أن أعرف كيف عاش الناس في الأندلس، وما هي إنجازاتهم، وكيف تركوا أثراً على العالم. مريم لقد كانت حضارة الأندلس من أروع الحضارات الإسلامية في التاريخ، حيث ازدهرت في شبه الجزيرة الإيبيرية بين القرنين الثامن والسادس عشر الميلاديين. كيف تمكن العرب من بناء حضارة كهذه في أرض غريبة؟ تميز العرب بذكاء وخب العلم والمعرفة، فأسسوا مدناً مزدهرة، وطوروا أنظمة الري المتقدمة، وأقموا المدارس والجامعات تعلم مختلف العلوم. ما هي إنجازاتهم في العلوم والفنون يا معلمتي؟ برع علماء الأندلس في الرياضيات والفلك والطب، وأنجزوا العديد من الاكتشفات والاختراعات. كما اشتهرت الأندلس بفنونها المعمارية الجميلة، مثل مسجد قرطبة وقصر الحمراء. وماذا عن اللغة والثقافة يا معلمتي؟ ازدهرت اللغة العربية في الأندلس، وأصبح مركزاً ثقافياً هماً في العالم. كما تأثرت ثقافة الأندلس بثقافات الشعوب المختلفة التي عاشت فيها، مثل الإسباني والبربري. ما هي أهم الدروس التي يمكننا تعلمها من حضارة الأندلس يا معلمتي؟ تعلمنا حضارة الأندلس قيمة التسامح والتعايش بين مختلف الثقافة. أنا فخورة بكوني جزءاً من الحضارة العربية الإسلامية. أنت محقة يا مريم. حضارة الأندلس هي إرث عظيم لنا جميعاً، ونحتاج إلى الحفاظ عليه للأجيال القادمة. شكراً لك يا معلمتي. شكراً لكم.